أنا عايزة أدعوكم تيجوا معايا في هذا الزوم نروح فيه إلى أمريكا وتحديدا إلى كاليفورنيا وتابعوا معايا الخبر ده قرر محمد الشربيني أمريكي من أصل مصري قرر إيه محمد؟ قرر الترشح لانتخابات الكونجرس الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا وطبعا بتجري الآن في مراحلها الأولى في مارس المقبل بإذن الله علشان يكون الصوت العربي الوحيد في الكونجرس يتمتع محمد الشربيني وهو رجل أعمال من أصل مصري يقيم في ولاية كاليفورنيا بعلاقات قوية جدا مع العديد من الشخصيات الأمريكي وده أكيد مش هيترشح كده إلا لو كان عنده علاقات قوية مع رجال السياسة والأعمال ويكون له وجود وليه أيضا شعبية كبيرة وده من خلال مسيرته وعمله في مجال السياحة ده كمان اللي شجعه على الترشح لعضوية الكونجرس الأمريكي عبر الزوم من كاليفورنيا حيكون معايا الأستاذ محمد الشربيني اللي حرحب بيه مساء الخير يا أستاذ محمد أهلا صباح الخير بالنسبة لنا أيوة صباح الخير بالنسبة لك الساعة كم عندك دلوقت؟ دلوقتي الساعة عندي واحدة واحدة الظهر واحدة نهارا أهلا بك بالله أهلا بحضرتك نحن تمامين البرنامج بتاعك والإعلام الراقي من برنامجك أشكرك أشكرك خليني كده يعني أعرف هذا الخبر لماذا قررت الترشح إلى الكونجرس وحتكون أنت فعلا الصوت العربي الوحيد اللي موجود في الكونجرس إن شاء الله أكون الصوت المصري والعربي الوحيد في الكونجرس المؤشرات إيجابية بالنسبة لي وطبعا أنا قبل كده دخلت انتخابات المير للمحافظة عندي في دينفيل وأسعدني الحظ أن أنا أترشح قدام التسعة وكانت منافسة شرسة والحمد لله تلعت الثاني بعد التوء انكمبنز فذو تعتبر وسام شرف ليا كمصري إن أنا بخود انتخابات في بلد مالينة طبعا أحزاب كتيرة ومالينة إثنيكس كتير جدا هنا فده شجعني أيضا إن أنا أخذ حقي في الحكم هنا في أمريكا كمواطن أمريكي طبعا وإن أنا أقدر أزيد من الاحتياجات الدايرة عندي محتاجاها اللي هي الدايرة عندي بتكون 12 محافظة طيب حديث بقى لك كم سنة يعني عايش قد إيه في أمريكا بقى لك كم سنة أنا بقى لي 38 سنة وآخر ترشوحي كنت أخذ دعم من الحزب الجمهوري من أمام سبعة أمريكا من أصل أمريكي أضياد يعني ويكونت أنا التاني اللي واخد الدعم اتنين بس من السبعة وحاليا أنا نازل مستقل مش نازل تبع الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي طيب يعني أولا أنا بحييك لأن لهجتك واضحة جدا والعربي عندك قوي وإيه حمد لله يعني لأنه معظم من بيعوزه أثر من 30 سنة وإذا ما أعرف العربي العربي بيكون كده مش موجود يعني طيب ببقى أن إحنا بنتكلم على العربي وقوة اللغة العربية دي حاجة مهمة ولكن سؤالي هل تنوي أن يكون أن تكون أنت الصوت العربي أن تدعم القضايا العربية المهمة أنا عارف أنه فيه جليات عربية كثيرة موجودة وعارف أنه فيه أقليات وعارف أنه فيه عنصرية وعارف أنه فيه مشاكل هل ده موجود في البرنامج الانتخابي بتاعك أو يعني موجود يعني تنوي أنك تكون صوت هذه القضايا أكيد طبعا أكيد والتاريخ بتاعي في أمريكا من ساعة ما أشاء الحظ أن أنا أجل أمريكا بالصدفة عن طريق الشغل بكام ما كانتش في نية أن أنا أهجل لأمريكا خالص يعني لكن أكيد خلال الثمانية وثلاثين سنة اللي أنا قضيتها هنا في أمريكا خلال عملي وعلاقاتي مع كل الجليات ومع المنظمات ومع اليونسوف ومع اليو إن ومع أخرى يعني عملت طبعا أن أنا أكون صوت مصر وصوت العرب ودفعت عن كل القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط يعني ودفعت أيضا عن حوارات الدين والإسلامفوبيا لا أنا لها مجود جامد الحمد لله أفتخر بي يعني كمصري طبعا وعربي طب إيه الجوانب الإيجابية اللي تمنحك النجاح في الانتخابات يعني أكيد كل واحد بيبقى عنده استطلاعات بيبقى عارف بيبقى عارف مين المنافسين اللي قدامه وضعك أنت يعني إيه اللي يميز محمد الشربيني كرجل مصري حتى لو أنت يعني موجود وعايش طول الوقت ده في أمريكا ولكن ما اللي يميزك في الدائرة اللي أنت موجود فيها سؤال جميل جدا فعلا اللي يميزني الحمد لله إن أنا صادق في وعودي وفي الحملات الانتخابية قبل كده زائد علاقاتي القوية بالأعضاء سواء في المحليات المركز المحليات أو المنظمات المحلية أو مع الميابة أو مع الشرطة أو مع المحليات أو مع مثلا منظمات زي مثلا الريد الامريكان هارت اسوسيياشن داون سوندرومز وكنت سفير للتشامبر افقامرس بتاع دانفيل وسان رامون يعني أنت علاقاتك كلها جيدة بالإنجي أوز أو المنظمات بشكل عام وطبعا الانفالفمنت والتبرعات اللي أنا عملتها قبل كده في الدائرة معايا وبرى كاليفورنيا دا بيساعدني أن أنا أكون يعني الحمد لله يعني علاقاتي وخدماتي بتساعدني أني أنا أكون مرشح قوي زايد في نفس الوقت أن أنا نازل مستقل يعني بناء على الدراسات اللي هو مدير الكامبيني لحملة بتاعتي الانتخابية والأعضاء الفلانتيرز والأعضاء التانيين المعينين في لجنة الانتخابات لقينا أن الأمريكان طايرد لأن بعد بريسدنت رمبا ما جاء عمل انقسام بين الشعب الأمريكي فحاليا معظم الدائرة عندي أو معظم الشعب الأمريكي يعني بنسبة مثلا أقول 30% عايزيني يلاقوا حد يكون ما عملش انقسام بين الشعب فكله بيدور دلوقتي على حزب مستقل يعني أحنا بناء على الدراسات ناس كتيرة جدا حيوني أن أنا نازل مستقل مش ريبوبليكان زي ما كنت قبل كده بس عارف يعني على قد ما حضرتك نازل فكل الإيجابيات ديت وتاريخي الحمد لله في الخدمات للمقاطعة هنا أو الدائرة زي ما بيقولوا الحمد لله مساعدني كتير جدا مع علاقاتي طبعا القوية أكيد طبعا يعني وجود حضرتك وانت نازل بصوتك المستقلة مش من خلال حزب أو حزب بيدعمك بس هي كمان بتؤكد بأنه يعني الشعوب لم تعود مع الأحزاب قلبا وقالبا يعني أحيانا الناس بتختلف مع الأحزاب طيب وجودك في ولاية كاليفورنيا ولاية مهمة جدا في الانتخابات بشكل عام وحتى في الانتخابات الأمريكية ولاية مهمة الحقيقة خليني أسألك سؤال عن الانتخابات الرئاسية المصرية أكيد أنت انتخبت من الخارج يعني أكيد كنت موجود في الانتخابات الرئاسية المصرية طبعا كان ليا شرف طبعا أن احنا ننتخب عن طريق كونسولية لوس أنجلس وكنت أتمنى أن الكنسولية دي تفضل في سان فرانسيسكو بس ايني ويها في لوس أنجلس دلوقتي وكان لنا شرف وإن أنا ألاقي مثلا سيادة الرئاس أنه شايل على عاطقه كل المسئوليات الاقتصادية والإقليمية والتحديات الاقتصادية والسياسية وأنه هو يجازف أيضا بوقته وبحياته بدل ما يعيش حياة مستقلة أنه هو يدافع عن مصر وحقوق مصر من كل الاتجاهات دي حاجة جميلة جدا يعني أن أنا أفتخر بيها وبحييه وبهنيه طبعا على النجاحه وأكيد ده شيء طبيعي مش محتاج هو تهنيه لأن الشعب المصري وقف وراء قلبا وقلبا يعني فديش حاجة معروفة وبهنيه وبتمنى له كل خير وهو رجل المسئولية يعني أكيد وأكيد يعني إحساسك بالنتيجة وأنه المصريين في الخارج شاركه هم كمان كانوا جزء من يعني نجاح هذه النتائج وأيضا نجاح الوعي المصري أكيد الوعي المصري الحمد لله جميل جدا ودايما اسمحي لي أن أنا أقول يعني أن الشعب المصري الجميل دوت مالوش كتالوب يعني حتى دسبا كل التحديات دايما الفكاهة والابتسامة على وشه وشعب قوي عظيم وتحمل كتير جدا أنا ما تبصي حوالينا أتلاقي مثلا إحنا عندنا ضيوف بتاع 12 مليون من كل اللي تجد سواء من العراق أو من سوريا أو من السودان أو من ليبيا أو من اليمن وكلهم الحمد لله مش قاعدين يعني في مصر كده لا دول بيعملوا استثمار في مصر طبعا لهم ضيوفنا مصر حضن للجميع نحن ما بنقولش عليهم لاجئين نحن بدول ضيوف ودوطنهم طبعا فإنحنا مصر تتحمل المسؤولية ديت وتشوفي الخطر اللي علينا من كل الجانب ما فيش بلد في العالم في موقف زي مصر يعني من كل اللي تجاد فيه خطر علينا فإن الشعب الشعب وعي جدا أنه يتحمل وعارف إيه الخطر اللي موجود والحمد لله الشعب وقف جنبي طبعا سيدة الرئيس ومعالي وزير المخابرات عباس بي كامل والجيش أنه هم يقضوا على الإرهاب وعلى الإخوان لأن أنا ذات نفسي أنا بحارب هنا من الإخوان يعني آخر انتخابات ليا الإخوان وقفوا طدي في الدعم المعنى علشان أنت مش منضم لصوتهم نعم علشان أنت مش منضم لصوتهم أنت مش معاهم آه أيوة أنا مش معاهم خالص وبالتالي عملوا الكمبنيشن وطلبوا عدم الدعم المعناوي والمالي من الجالية الإسلامية والمسيحية المصرية والعربية عشان أنا بدعم الحكومة بتاع ابنها لأنهم إخوانهم للأسف يعني لكن بالنسبة لي ده ما يفرقش معايا أي حاجة خالص لأن دول أقلية وصوت ضعيف وتدعم أولادها بكل مكان أكيد أنت ابن مصر ومصر بتدعم أولادها الشرفاء نتمنى أن أنت تكون صوت مصر ولما سألتك سؤالي ما الذي يميزك في يعني وجودك في هذه الدائرة والانتخابات الأمريكية أمام انتخابات الكونجرس اللي يميزك أنك مصري فمحمد الشربيني المصري أتمنى لك التوفيق ونتابع معك بإذن الله ما زال وقت أمام الانتخابات في مارس المقبل كل التوفيق لأول يعني صوت مصري يترشح في الكونجرس أشكرك شكرا جزيلا من كاليفورنيا الأستاذ محمد الشربيني